كابتن تامر عبد الحميد الزمالك اليوم يصعد رسميا لدون ال 16 لي الحق بالاهلي والاتحاد والاسبعيلي ولكن نبدأ من اخر مباراة المباراة كانت عصيبة جدا لكابتن تامر ولكن الرؤية الفنية بعيدا عن الشكل اللي حصل وتأجيلها 10 دقائق كيف ترى يعني بغض النظر عن التأجيل العشرة دي لظروف ادارية يعني خلنا نتكلم منه ظروف ادارية وتنظيمية هي اللي عملت كده ونقول للناس برضو ايه هي الظروف الادارية ممكن تكون حاج ونشكر المستشار ترك الشيخ على تدخله السريع بدخول المصريين جنيا موقف محترم جدا انه هو ان بعد ما بحث نتزة مالك او الوافد رأس من نتزة مالك المكون من معلي سفير مصري في الكويت بالاضافة الى رئيس البيعسة الكابتن اسماعيل نوسف والمشرف العامل كابتن امير مرتضى مصور وما حضروش البداية اعتقد ان ده موقف محترم من رئيس الاتحاد العربي لا وانه ياخد قرار سريع بلو ما دخلوش اتنين صفر للزمان طبعا يعني شايف الحل مشرت جراح طبعا ودليل متلحلين للناس يعني عادين متابعين يعني مش عاملين بطولة وخلاص يعني مش بطولة تعملت وتنظمت وخلاص الدفاعات اللي موجودة فيها لا اعتقد مباراة طلعت بعد كده بشكل كويس او فئة القدسان الفئة قوي جدا فئة بتلعب كورب بشكل حلم بدل المطوع بيعيد اكتشاف نفسه من جديد ورجل الحقيقة المدير الفني بتاعهم بيوظفه بشكل مميز اوي كسنتر فئة تاني بواجبات حرية في الملعب وده قلبك حسابات نادي الزمالك بشكل كبير اعتقد ان مستر جروس ما نجحش بشكل كبير اوي ان هو يقفل عليه تصور اعتقد منظوري الشخصي ان لو كان مستر جروس نجح انه يقفل على البدر المطوع خلال التسعين ديه كان افقد نادي القدسية يمكن اكتر من نص بدر المطوع كان واضح انه قلب المباراة في المباراة الاولى هو 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 محور اداءهم انا النهاردة لما اعود كمدير فاني بقرة الجيم يا كابتن عمد الناصر ببقى عارف المفاتيح لعب الفئة اللي انا بقى لعبها ايه بقى عارف مصادر القوة بتاعتهم ايه مصدر قوة نادي القدسية الرئيسي في الجزء الهجومي كان بدر المطوع صح ونقطة ضعفهم الرئيسية في الجزء الدفاعي كان الجنب الشمال بتاعهم اللي هو اليمين بتاع ناتزة مالك اللي هو بتاع النجاز اللي منه اتعمل اكتر من فرصة خطأ الشوت الاولاني كان نجم الشوت الاولاني وهو صاحب الاسيست بتاع الهدف يعني دي رؤية تحليلية سريعة يعني حنويل مش خود فيه الا التفاصيل انما كعنوان كبير اه ده اقولك النجزة مالك اده شكل كويس اه في بعض علامات الاستفهام على بعض اللعيبة على رسوله ابراهيم حسن اللي انا لغاية دلوقتي يعني لسه مظهرش بالله يعني خلينا نحترم يعني برضو ايه ما نتدخلش فيه القناعات الشخصية ليه المديرين الفنيين نقول احنا رؤيتنا التحليلية وفيه مشاهدة اللي بيحكم صح يعني بالزبط يعني او براهيم حسن لغاية دلوقتي لسه ما نورش لسه ما اضعش لسه ما داش لسه ما اعطاش لسه ما اثرش بشك كبير جدا اعتقد اني النهاردة كمان في اجاني ساسي مكانش برضو على المستوى المطلوب منه اعتقد جميعين نجزة مالك النهاردة عرفت قيمة كابونجو كاسوكو اعتقد لاني يمكن انا كنت بتفرج ومتابع المباراة مع ابني يعني زمالكوي كبير وبيتكلم بلسان حال الزمالكوية وجميعين نجزة مالكوية يقول لي يعني يقول لي ومنziehen عن سان الذي يكون كبونجو كاسونجو الناس كلها كلها قلب عليه والناس كلها بيقولوا يعني بيضيع وامر السعيد الفضال منه اه وامر السعيد الفضل منه قطيروا طب كوي سديق اي يعني ان بيضيع اهتف كتير مش كده With that معناها بيتحرك كتير ومعناها بيز pilot Καιت últimos تلاب في اماكن مناسمة كتير ومعناها بيغلط الدفنس كان كل دوت يعملك ارباك للمدافعي النهاردة طبعاً عمر السعيد من المراجمين البقيسين جداً 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 اللي وصل برضه بفرصتين ضيعهم بالمناسبة بس لبعده عن حساسية المباراة أداء نجزة مالك النهاردة على المستوى الفردي ياخد خمسة من عشرة المجمل اللعيبة على مستوى الأداء الجماعي ياخد سبعة من عشرة على مجمل اللعيبة أداء مستر جروس النهاردة خلال اللقاء بوضع التشكيل وبالتغييرات وبتوقيتات التغييرات أعتقد أن بهدف كابونجو كاسوكو طلعت درقته من خمسة لثمانية ونعشر كابتن بلان لا يبقى أن نتفق طبعاً مع كابتن تامر ولكن إزامالك عنده مشكلة كبيرة جداً من بداية الموسم أو حوى حتى جروس عنده مشكلة كبيرة من بداية الموسم وعنده مركزين عنده فيهم أزمة كبيرة جداً مركز الباكليفت الذي دايماً لا يوجده قناعات بالاتنين الموجودين فدايماً يعمل عملية التغيير في يوم الاتنين مثل إذا كان فتوح أو بهمك واحد يلعب قليلاً والثاني يغير عليه ثاني يوجد بعض الفترات وبعد ذلك ينزل بمستوى أريد أن الراجل واضح أن قناعاته قليلاً في هذه الحتة أي نادي كبير في العالم أي نادي يلعب على الطولة الأطراف بتاعته هو مركز القوى بتاعته الهجومين هذا طبيعي طالما تشتغل وعايز تهاجم يبقى أن تضع القوى الطبيعية في النواح الهجومية الأطراف بتاعتك يبقى عنصر أساسي من الطريقة بتاعتك في الحل الهجومية نادي زمالك اليوم عنده مشكلة في الحتة الشمال عنده أزمة في الحتة اليمين أزمة لعبة كبيرة عنده النجاز لعيب اليوم كبتن تامر لعيب عنده إمكانات كبيرة جداً من أفضل اللعيب اليوم الموجودة في نادي زمالك إذا كانت تحسنت أكثر من كده تتدامر أعتقد أنه سيكون أفضل من كده بكثير جداً بكثير جداً حزم إمام طبعاً العيب أيضاً مهم جداً بالنسبة لنات زمالك فالحتة اليمين جيدة جداً حتة الشمال موجودة في نادي زمالك فيها أزمة كبيرة عندما تجي تبص على هجمات نادي زمالك على الفرص التي ضعت على الأهداف التي سجلها حتى طوال الوقت التي فات في الدول العام والبطولة العربية ستجد أن حدات زمالك هي الأضعب بالنسبة لها فالرجل لديه مشكلة في هذه الحتة المشكلة الثانية تكمن في الفرود الرئيس رقم 9 حتى كسونجو كبونجو من الناس التي تجي لعب في نادي زمالك ولكن هذا ليس رقم 9 بالنسبة لها هذا لعيب سريع لعيب تضعه في مباراة يلعب على كونتر التاج بشكل جيد جداً حتى معظم الهدف التي سجلها أو التي تحرك فيها سرعة التي تحتاجها انطلاقها التي تحتاجها انطلاقها وهذا يجب انطلاقها في هذه الحتة ممكن أن عمر السعيد يجب انطلاقه رقم 9 بالنسبة لها بناتز مالك ولكن كابتن تامر كابتن تامر أنه لست مجاش لست موجود حضوره في الماتشات لست موجود يحتاج توقيت الفرقة الكبيرة لديها مشكلة كبيرة أنه لا ينفع تستنى التوقيت يبقى صعب بالنسبة له أنه يجرب ماتش في 2 في 3 وديك فرصة كبيرة يبقى صعب جداً الحالة الثالثة والمهمة في المبرادة النهاردة وبعض المبرادة كابتن تامر يعني علامات استفام كبيرة جداً على أداء كهرباء كهرباء أداء ومعنات الزمالك السناء يعني أقل بكتر جداً من 50% كابتن تعدى 5 أو 10 أنا بدي له 2.3 من 10 قليل جداً وده العيب المفترض لو في التوق أنا بدي له 2.3 من 10 شكراً للمشاهدة